رقم يحتسب لك سراحة 97.06% نسبة حضورك في الجلسات العامة معناها من أكثر نويب تقريباً اللي يحضروا لا أنا أكثر نايب في تاريخ مجلس نومة بالشعب في تونس الأكثر أكثر نايب ونتحدى أنه يكون فما نايب شعب مر بالمسؤولية هذه سبع سنين حافظ على تلك النسبة مش نسبة عامة رياليك هذه النسبة تقريباً أقل نسبة في السبع سنوات ورئيس كتلة بستلقى عنده نسبة حضور لذلك الشكل يظهر لي ما هيش موجودة ومش كافة جلسات العامة حتى في الليجان القارة وفي الليجان الخاصة وحتى وعدد التدخلات وعدد المساهمات ومن أكثر النواب اللي كنت كنقدم مقترح تعديل في قانون يتعدى ويمر بسلاسة لأنه كنت نحضر باحترام العديد من النواب ما كانش ياسر يظهر ما كانش ياسر نشوفهو ما كانش ياسر يبين لشارعات تونسي اليوم التونسي شي تفكروا من المجلس يتفكروا العرك أنا ما كنت نعمل في العرك ما كنت نعمل في المشاكل في المجلس كنت نحترم الناس كل والناس تحترمني وكانت علاقتي طيبة بكل زملائي في مجلس ما بشعب سواء في المدن نيابيه الفارطة ولا المدن نيابيه الحالية أنا عمري منهار عملت عركة ما حد في المجلس ولا اختلقت حاجة باش نعمل بها الصورة هذية وبالتالي كنت نخدم قايم بدوري قايم بواجبي كان هايب شعب قايم بواجبي واحترم المسؤولية اللي انتخبني عليها الناس باهي بصراحة واناك علاش كنت كنت اعتقدني في مرحلة من المراحل وليت نحس في حرج كبير من اني نتجد في ذلك المشهد وهذا يقولت وعبرت عليه في أكثر من مرة واضحة بصراحة كنايب عندك رقم قياسي تقولي في نسبة الحضور ونحب بإيجابتك تكون سريحة سيحسون الناس فيه هل انت معاه ام ضد عودة نشاط المجلس بالشكل اللي كان فيهم ضد ما كانش ممكن انه يتواصل المشهد ذاك وكان لابد من التحرك يسير للأسف التحرك بتاع رئيس الجمهورية صار فيها خرق للدستور هذي الاشكال بتاعي مع قرارات الرئيس انها كان فيها خرق واضح للدستور كان فيما امكانية بش انه نتداركو ما يمكن تداركو لكن في اطار دستور خرق واضح للدستور بعد قرارات 25 ولا 22 سبتمبر 25 فما خرق للدستور وفي 22 سبتمبر عاد كان هذيك الطامة الكبرى وقتها كان اكتمل المشهد واذاك علاش انا من الناس اللي خرجت بعد 22 لانو يحبي يسئلوا فيها الناس على رأي قلت له براه الصورة ماذا تما اكتملتش استنوا لين تكتمل الصورة وكنت متأكد من انو بش نوصلوا لهذاك لانو انا الكلمة ذاكة قلت قبل عندي عام قلت له وفما رغبة من رئيس الجمهورية للاستحواذ على كل السلطات كل بدون استثناء وقتها الناس معناتها تقالت فيها الكلام اللي ما يتقالش الكل وعلى اساس اني نعمل في الوقت اللي هو هذي تحس احساس متاع انسان يعمل في السياسة يشوف في مواقف رئيس الجمهورية وين ماشي كانت فما رغبة واضحة وعنده اشكال حقيقي انو معهوش صاحب السلطات الكل وهذا في الاخر ولا اليوم عنده كل السلطات بدون استثناء مش مجرد احساس السياسة متمشيش بالاحساس ماش عادفة هي لا وقتها ما كان حتى حد يتصور الشي هذي يعني الا اذا كان في الفين وعشرين جام في فيفري مارس الفين وعشرين واختلي كنت نقول في الكلامة ذا وفي افريل وماي الفين وعشرين كي قلت راو رئيس الجمهورية ما يحب يسمع حتى حد يخالفه في جهة النظر وراهو يسمع كان في صدا صوته وقتها كان حسون الناس في فقط يقول الكلامة ذا كان يتقال الكلامة ذا يجيل حسون الناس في بفضل علقته برئيس الحكومة وقتها قبل قبل انا كنت نقول في الكلامة ذا منذ حتى من حكومة المشيش حكومة المشيش علاقة ولات فما تساؤلات من بعد سقوط حكومة الجملي حكومة الحبيب الجملي بعد مطاعد فما تعامل صار بين رأي رئاسة الجمهورية والنواب والكتال البرلمانية من وقتها بدأت نقاط الاستفهام تتتالى في علاقة متاع عن حوار يخي هذا تشاور الطريقة اللي اعتمدها الأولى وطرحة أكثر من نقطة الاستفهام ونسكر الحالة اللي تنقشت فيها ووقتها بدأت ثم التشكيل للحكومة وشوفنا التدخل متاع رئيس الجمهورية على مستوى تشكيل حكومة الفخفاخ مش حتى حكومة المشيش بل مجيح حكومة المشيش ثم وقتها استقالت الحكومة وكيف استقالت وهل أنه قدم استقالة لئيس الفخفاخ لرئيس الجمهورية ولا ما قدمهاش وشوفنا شهادة أعطينا جاوبنا ترى وقتها مش هانا عادة أنا ما نيش حاضره الأستاذ جوهر بنبارك يدور العبل الشهادة للتاريخ وقتها قال راو ما ما استقالش فوجئة لئيس الفخفاخ بأنه رئيس الجمهورية أعلن أمام رئيس البرلمان وأمين العام الاتحاد اللي هو استقال استقال كتلة واحدة تعيون المشيش وقتها اللي بخترت وقتها حتى كتلة هذه بكلها نقاط تستفهم كانت توحي آليا أنه هناك رغبة واضحة من قبل قيس سعيد أنه يستحوذ على كل السلطان ما هو المقياس اللي يختار بيه رئيس الحكومة هشيمان لسيد قيس سعيد الأقرب أنه يكون شخص قريب وشخص مطيع وشخص ما يلويش ربما العصا في يد رئيس الجمهورية هذه صفات التوفر أيضا هذا مصارش مع الفخفاخ في مرحلة أولى اللي برشانيس في قراءة أيضا سياسية يقولون قلبوا عليهم من بعد ولو يفرقصوا على حزاب سياسي هذه قراءة سياسية أنت تعطيني قراءة أنا أعطيق قراءة مذادة طبعا يقولون قلبوا عليهم ويقولوا خانوا ويقولوا كذا تقال الكلام ونا متأكد الإسمات أكثر مني لكن في الحقيقة حقيقة الأشياء أخرى العبرة بالنتاج والخواتيم الخاتمة كيفاش كانت وينو صلنا وصلنا إلى رئيس جمهورية عندو كل السلطات عندو سبعين بالمئة من ثقة التوينس ستنى ستنى خلينا نجيوه عندو تسعين بالمئة أنا أقول لك عندو تسعين بعد خمسة وعشرين معني عندو ثقة التوينس عندو ثقة تسعين بالمئة من التوينس اليوم في الانتخابات التشريعية حزب مش موجود للرئيس حزب قيس عيد اليوم عندو نسبة كبيرة من التوينس تهاب تسو صحيح وفي آخر استطلاعات للرأي تقريبا ستة ساعة قبل الحلقة دي لو لي تصدر فوق الدستوري الحر مع غيه معك معاك ومتفق معاك وهذا صحيح واليوم رئيس الجمهورية يحظى بثيقة تسعين في المئة ورئيس الجمهورية الحزب بتاعه ليبهوش بوجود عندو المرتبة الأولى ولا ساعات المرتبة المرتبة الثانية هذا كله صحيح دونك هذا وينو سأل هي لكننا مانيش مطالب أنا بشيكون أنا في التسعين في المئة ذوكم ولا في الناس اللي تحب على حزب قيس عيد أنا مانيش بالضرورة يكون أنا مانجبش نكون في خيارات اللي ماشي فيها قيس عيد لدرجة أنك تقول مرحبا بكم في دولة الخلافة ونحن اليوم لدينا أمير مؤمنين كلمة أيضا قالت لأستاذ عابر موسي لمقاومة دولة الخلافة في مارس 2021 لكن جايوا برئيس الجمهورية قلت في مارس 2021 قلت اليوم الشيء اللي قاعد ماشي فيها الرئيس الجمهورية وكأنه المرجعية اللي تبنى عليها حزب التحرير هذا قلت في راديو ماد مع إيميل مداحي ولد في وبراهيل وبالتالي موش جديدة لليوم لكن اليوم شنو احنا شنفيه شنين الوضعي جايوبك رئيس الجمهورية جايوب الأستاذ عابر موسي في نفس المعنى في نفس الكونتكس قال مقاومة دولة الخلافة عهد ولا وانتهي وفات لكن عندها معايير وعندها أسس اللي هي وجودة اليوم مشوفوا فيها واحد بارك يحكم هو الرئيس وهو المشرع وهو القاضي هو اللي يحكم ش كون النظيف وش كون الفاسد وهو اللي يقول اعطيه مائة الف دينار ولا حطه في الحبس فهذا نشوف فيه اليوم في ظرف استثنائي ذي أرى eing seize اليوم فما رئيس تحكومة اللي قاعد سيري اليوم ماهيش قرارات بتاع التدبيم هيش بتاع مرحلة استثنائية بتاع مرحلة دائمة اليوم فما رئيس تحكومة ولن تكون مرحلة استثنائية اليوم فطلت تشهر الفما حكومة انتي اليوم عنا رئيس حكومة. فما رئيس تحكومة طبعا. اليوم فما مكلفة بالتنسيق لعمل الحكومي. رئيس الحكومة الفعلي هو رئيس الجمهورية. اي سيدة نجل بودن. شوف شوف. رئيس الحكومة راوك يتعمل المصطلح. قبل في دستور تسعة وخمسين كان اسمه وزير اول. لانه نظام سياسي كان نظام سياسي معين. السلاحيات الكبرى تقريبا والمسئولية يتحملها رئيس جمهورية. وهو اللي عين الوزراء وهو اللي عين الوزير. هو اللي يتحمل المسئولين. معك. اليوم بعد سورة الفين وربعتاش نحكيه على رئيس حكومة. لانه رئيس فعلي للسلطة التنفيذية. لانه عنده صلاحيات فعلية. يقرر ويعزل وينفذ وعنده صلاحيات واسعة جدا. اوسع بكثير من الصلاحيات التنفيذية اللي عند رئيس الجمهورية. اليوم السيدة نجلة بودن تحطت بمقتضى الامر الرئاسي بتاع ثلين وعشرين سبتمبر الفين وواحد وعشرين. اللي ما فيهوش صلاحيات رئيس حكومة. اللي فيه رئيس جمهورية هو يضبط السياسات العالية للدولة. ويعين رئيس حكومة ومجموعة من الوزراء وكتاب الدولة باش يتطبقوا تعليمات رئيس الجمهورية. بالنص داي موجود. ما هو شي فلسفة معناتها ولا تخمينات. وهو اللي يعين وهو الذي يعزل. وهو اللي يعطي شنو ويعملو. وهو المشرف يترأس مجلس مجلس الوزراء ويترأس المجلس الوزرية. ويلتقي الوزراء كل يوم يستمر في عضاء الحكومة. وبالتالي رئيس السلطة التنفيذية هو قيس سعيد. السيدة نجلة بودن اللي اليوم تتحمل مسؤولية رئيسة الحكومة هي مكلفة بتنسيق العمل للحكوم. لا هي غضو باش تتحمل مسؤولية الشي اللي باش تعمله. لانه مسؤوليتها توجه شخص واحد وهو رئيس الجمهورية بمقتضى الامر اللي اصدر في الثاني وعشرين سبتمبر. وبالتالي اليوم السلطة عند شخص واحد. السلطة التنفيذية عند واحد برك. والسلطة التشريعية عند واحد برك. بمقتضى المراسيم والأوام الرئاسية يشرح. هكا كتعمل امليه. السلطة القضائية. كتعمل امليه. كتعمل امليه. كتعمل امليه ولا اسقاط بطريقة ذي. قهت ترسم في ملمح ديكتاتور. ار الواقع مش هدا جملة سعصونا الناس. انا كمش نقولك ديكتاتور مش نحشم. لا اسقاط وامليه. ما زيادة. نكتفيك في حاجة غالطة. لا قات لما. نقراوه الامر اثنين وعشرين سبتمبر. نقول في كلاب غالطانا اليوم. التلميح واسقاط وتاريخ الترح. لا بح نبح نبح. ايه. ايه. اشكون يضبط سياسات الدولة. رئيس الجمهوري. معناه احنا احنا اعين رئيس الحكومة والوزارة. في نظام ديكتاتوري. احنا في نظام شومولي. نظام شومولي. له نظام رئاسي. وله نظام برلماني. وله نظام مجالي. ما عشتوش تونس قبل. ما عشتوش تونس قبل. حتى في فضلت بن علي. واتجمش تريش الدولة الديمقراطية لتحترم. حتى في فضلت بن علي لي. ابسط مبادئ دولة القانون والمؤسسات. وواضح. وليوم احنا عنا رئيس جمهورية تقريبا بشكل يومي. وصنف في افراد وابناء الشعب التونسي. فاسدين. وصالحين. اه الناس معنتها يتمتعوا بالطهارة. وناس يزمنا انطهروا منهم لبلاد. فما فاسد. وفما اللصوص. هاي ملفات. ايه هذا تصنيف. ما هذا دور السلطة القضائية. وليس بدور رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية وقتل يتولي عنده المعطيات يحيلها مباشرة للقضاء. ويحمل مسئولية للقضاء. وهذا لي قال. قال عندي ملفات والقضاء بش ينظر فيه. هذا لي قال. ما هذا لي سار ولا شون لي ضحكة. اللي سار يا محمد انه قاعد يحكم. ايه? وقاعد يصنف وقاعد يقسم في الناس. وقاعد. والناس قاعد اتحبوا شعبيت وقاعد اتزيق. يوزع في سكوك الانظافة والطهارة على افراد الشعب التونسي. وليس. وليس. وليس تعسفا ولا ولا ايجافا. فما. الدستور اللي ادى عليه. معايا فما 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 فساد في البلاد. معايا فما سرقة في البلاد. معايا في سنوات سميت بالعشرية سودية اللي عاشتها فهذهprint ايقيالي هver Rough في البلاد لا. خلنا. خلنا حكيوا لما بعد الثورة. مايوفيش في ها مايوفيش. لازم هو يوفه. لازم هو يوفى. من شالله يوفى هاي لازم هو يعيفة. مش يلزبوا يوفى. نتمناو انه يوفى. ولو كان يوفى مع قيسي سعيد سنكون اول من يهلل لهذا. واول من يشكر قيسي سعيد على هذا. لكن فما ترقه وفما غليات. وفما حاجات اللي لبدا انو يقومو بها ويحترمها قيس سعيد قيس سعيد الدستور اللي أقسم على القرآن بش يحترمه يقوله راك رئيس التونس الكل منهر اللي تأدي اليابين تولي رئيس التونس الكل حتى الخمسة ملايين والتثمية ناخب اللي ممشاوش صوته في الانتخابات الرئاسية ولا صوته النبي القروي راك رئيسهم والنواب اللي في برلمان حتى اللي تختلف معهم في وجهة نظر راك رئيسهم والشعب التونسي بكل أطيافه وفئاته المسلم والملحد واليساري واليميني والإسلامي والمتدين والحدد راك رئيسهم هذا مرينهوش والقسم زادة اللي عملوه النواب والقرآن اللي يقسم عليه النواب خدمة الموات خدمة التونسي ما راعنا إلا نسمعه في فساده ونسمعه في رشاوة تتعطاه ونسمعه في أسوات تتشريه ونسمعه 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 وغيره انتي بدك تقول يا سيحسون حب تسمع حتى أنا نسمع انتي انتي أنا نسمع منك أنا اليوم نكلم فيه حسون الناس برشا كدب ونيفيك انتي مواطن تونسي وأنا مواطن تونسي أخطأ لي أنا كنت نايا بشعب ولا اليوم ما زلت عضو في مرسنوب الشعب الكلام سهل والسمع سهل واليوم للأسف أنه ولينا نبنيه أحكام على مجرد سماع ولا على مجرد تدوينه في الفيسبوك ولا فيديو يهبطوا إنسان عايش البر عايش ستالاف كيلومتر خارج تونس وفيه مشكون طالب اللجوء السياسي من دول أجنبية واليوم يحكينا على الديمقراطية تيكي دولة ديمقراطية واللي ساير عاجبك هيش أرجع أرجع لبلادك عيش فيها كيدي عاجبتك لبلاد أما أنتي تعطي في دروس للناس وكي دولة ديكتاتورية عندك إثباتي كي دولة ديكتاتورية هكتتكلموني وتقول رو في النظام ديكتاتوري رو ما فهميش أنا ما قطلكش دولة ديكتاتورية ما لامح ديكتاتور ما تقوليش كلام ما قطوش أنا قطلك اليوم فهم خرقات جسيمة للدستور ما لامح ديكتاتور اليوم نعيش في مرحلة متاع نظام شو مولي بتاع شخص يحكم وحده وإذا كان كلامي غالط تعطيني الحجة المذابرة اللي في تقول في الكلام هذا اليوم في الأعلام أنه نظام مش ديكتاتوري قيس عيد ليس بالدكتاتور إجابة نتعد أتمنى أن لا يكون قيس عيد ديكتاتور اليوم اليوم